بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنكمل المسألة اللي احنا تدناها في الجزء السابق اللي هو على مسألة نفقرة بها انه كان مجيني السي والفاي وكان مجيني السجما ثلاثة وعايز من؟ عايز الاول حاجة لإيه؟ عايز الـ لما عايز لما تبقى الووتر بريشر بتاعي كان بخمسين طيب تعالى انت مبدئيا المرة اللي فاتت رسلنا الخط ده اللي هو الخط بتاع مين بتاع الفيليار بتاعي عن طريق السي وعن طريق الفاي بتاعتي طيب وبعدين القطوة التانية ان انت تجيب زاوية ميل مستوى الانهيار اللي هو خمسة واربعين زايت فاي داش على اثنين تلعب بكامبرا اربعة وخمسين طيب هو مديني سيجما تلاتة بكام سيل بريشر بكام بخمسين هاجي من هنا واطلع بزاوية مقدارها الفا اللي هي كام اربعة وخمسين اطلع بالخط ده لحد ما يقابلني الخط بتاع الفيليار في نقطة لما بيقابلني دي في نقطة رح واخدها وارح اقيم عمود عليها عشان اجيب المركز بتاع الدايرة جبت المركز بتاع الدايرة وارح رسم الايه الدايرة لو است ديت هلاقي النهية دية السيجما واحد بتاعتي السيجما واحد طلع بمتين خمسة وتسعين القطر بتاع الدايرة هو ده السيجما ديفيتر اللي هو عايزه يبقى انا عندي السيجما ديفيتر بمتين خمسة واربعين والسيجما واحد داش بكام بمتين خمسة وتسعين بس اخلي بالي من نقطة مهمة الرسمة اللي احنا رسمناها ديت مرسومة بالسي داش والفاي داش يبقى لازم تحط هنا سيجما تلاتة داش طب ده هو مديني سجما 3 بمية انت اشتغلت بخمسين ليه هقوله عشان اشتغلت بسجما 3 داش اللي هي بتساوي سجما 3 ناقص يو يعني 100 ناقص 50 اللي هو مدهاني تطلع بخمسين ده اللي اشتغلت ايه بيها يعني لكن لما قال لي في الحالة التانية ان البورووتر بريشارد بصفر فبقت سجما 3 داش اللي هي بتساوي سجما 3 ناقص يو اليو بصفر فبقت تايت بمية هاي وعملت نفس الخطوات خط الخط دوت وبعدين اقامت عمود جبت المركز رسمت مين الدايرة ومن الدايرة دي تقدر اجيب السجما ديفيتر والسجما 1 داش طلع ببتين 83 او 300 اسف 83 والسجما ديفيتر ببتين كام 83 على اساس ان سجما 3 او سجما 1 داش بتساوي سجما ديفيتر زائد السجما 3 داش طيب هنشوف بقية المطاليب في الجزء القادم ان شاء الله شكرا 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 شكرا